سلام عليكم كيف حالك دكتور النداء الحمد لله السلام نورتينا اليوم دكتور النداء البهكلي انت استشارية نسا ولادة وتخصص ايش تخصص طبقة جنة وحمل حرج اهلا وسهلا انا مرة غرفتني موضوع التخصص حقك فباقي كذا تقولي لي وتقولي للمشاهدين ايش هو ذا التخصص احنا كلنا نعرف نسا ولادة خلاص نسا ولادة بس يعني هذا التخصص كذا لفتني فحاب انه كذا ننور المشاهدين عليه ممتاز طيب زي ما احنا عارفين انه تخصص النسا ولادة زي باقي التخصصات الكبيرة يعتبر مرة متشاعب فهم علشان يصير الدكتور مرة يعني عامل تركيزه على جزء معين من التخصص فقسموها تخصصات دقيقة تخصصي انا من التخصصات اللي هو نعتني بالام وبالجني بس الام اللي يكون عندها مثلا مشاكل صحية او الحمل بالنسبة لها يعتبر ممكن يسبب لها مثلا يحتاج عناية اكتر او شيء يكون مثلا هي عندها امراض صحية قبل كده مترازئة صرع مثلا مرض في القلب او شيء فيهم الاشخاص هدولي يحتاجوا عناية شوية زيادة يكونهم عادة على ادوية وبعض الادوية ما تناسب الحمل وكده فهدولي ناس الشيء الثاني من هذا الطب الحملة الحرج بالنسبة وكمان اللي يكون عندنا مولادات مبكرة قبل كده يكون عندهم مشاكل في الحملات السابقة فهدولي يكون حملهم شوية نسميه حرج يعني يبغاننا نديهم عناية اكتر ارشادات اكتر نصايح الجزء الثاني اللي هو طب الاجنة اللي هو البيبيهات وهم وسط بطن امهم لما احنا نعمل لهم الاشعات او نشوف ايش عندهم مشاكل مثلا بعضهم يكون عندهم امراض وراثية بعضها تباع من يعني مثلا نشوف التاريخ المرضي تباعها عندها طفل مصاب فيه فعلاتهم هم متزوجين اقارب فيه فعلاتهم قبل كده فيكونوا مرة قلقانين وبيعرفوا البيبي هذا عنده نفس المشكلة ولا لا او انه لما نعمل الاشعات نكتشف انه البيبي ده لا سمح الله عنده تشوه خلقي مثلا فيه مشكلة في اي عضو في جسمه فهذا هو اللي احنا نقدر نكتشفه بالاشعات ونكلم الام ونقول لها ايش الاشياء اللي تترتب عليه يا سلام والله كلام رائع طيب خليني نرجع كده خطوة الوراء هل كل امرأة اليوم لما تتزوج او قبل ما تتزوج مهم تعمل تشيكات معينة على الرحم على موضوع على اشياء اللي انت تكلمت عنها اذا هي ممكن يكون جسمها صار فيه تشوهات او شي هي ما تعرف او لا يعني ايش الطب يوصف هذه الناحية تمام اي مرأة مقبلة على الزواج في حاجة دائما يسوها فحص ما قبل الزواج فحص ما قبل الزواج عندنا من وزارة الصحة عاملين التحاليل معينة تتعمل عشان بعضها ممكن يعني لما تطلع التحليل ايجابي لمرض معين وراثي فيروح يوجهوا الاهل انه يقولوا لهم احتمالية لما تتزوجوا هجيبوا اطفال مثلا مصابين من ضمن عليها مثلا الامثلة اللي هو السكلس الانيميا اللي هي الانيميا المنجلية الانيميا المنجلية هذا مرض وراثي علشان يوصل يجسير عند طفل مصاب لازم الام والاب يكونوا حاملين مشرط يكونوا مصابين او مثلا هم الاثنين مصابين فيعني هذا التحليل لنا الشيء اللي كويسة مر جدا ممتازة وحطينا شيء اساسي انها تتعامل لانها منتشرة عندنا في الشرق الاوسط فهم يعملوا التحليل وبعدين لو طلع ايجابي فحيروح يقولوا ترى انتو عندكم احتمالية يجيبوا اطفال مصابين هذا الفحص الحكومي هذا الفحص الحكومي اللي كلنا لازم نسويه قبل الزواج بالضبط صار شيء مر اساسي فهذه هم ليش جابوا للفكرة لانه زمان ما كانت عامل فطلعوا سالوا لما يصير الشخصين يكونوا حاملين للمرض فيصير عندنا نسبة احتمالية في كل مرة الام تحمل عند احتمالية 25% الطفل ده احتمال يكون مصاب و50% ممكن يكون حامل للمرض و25% يكون البيبي سليم فال25% هذه احتمالية الاصابة البيبي يتعب مرة كتير موه في بطن امه بعد الولادة هيحتاج له نقل دم يمرض بسرعة يجلس في المستشفيات كتير فصار يمثل يعني التعب على العائلة وعلى البلد كمان انه بيحتاجوا علاجات ويصرفوا ويروحوا عادة نزارة الصحة فهذه الاشياء علشان نقللها يعني علشان هما هدفهم انه البيئة تكون كويسة العيلة تكون مستقرة لانه تخييي هذي الام عنده اطفال تانين انا راح المستشفى كل شوية فهذه من الاشياء اللي عملوها هذي وقائية هذي وقائية وجدا مهمة فبعض هذي بالنسبة للامراض الوراثية اللي اللي الزامية تتعمل طيب ده الحين انا مثلا اتزوجت وانا زوجي قريبي مثلا هذا واحنا الاتنين عيلتنا فيهم هذي امراض معينة انه كل ما يأحد اتزوج يطلع له طفل مصاب وكده فانا من باب انه انا عندي دي الفكرة احتاج اروح ازور دكتور طبق جنة انا ايش هسوي للام هنروح نعمل لهم زي او شي ناخد منهم تاريخ مرضي مرة مفصل وفي دكاتر معان اللي هم ماشي معان في نفس الخط اللي هم دكاتر الامراض الوراثية والجينال دورهم جدا مهم في دي الحالات هذول مش نسوي لها ده لا مهم نسوي لها هذول تخصص تاني بس نشو معاكم بس ماشي معان بشكل موازي بالظبط في هذه الحالات امراض وراثية معروفة في العيلة تمام مو مثلا اللي هي طفرة فجأة جات لا مرض وراثي اتكرر في اكتر من احد في العيلة فانا سار عندي الوعي انه لا في احتمال يصير في اطفالي ففي هذه الحالة اللي هو يزورونها نشرح لهم ايش يحتاجوا يعملوا دكاتر الطب الجينال يقولوا لهم بالظبط ياخدوا منهم التاريخ الخريطة الوراثية للعيلة شجرة العيلة كاملة من الاجداد السابقين وبعد كده ايش هيصير هيصير خلاص انا اقول للام والاب يعملوا تحاليل معينة في الدم تحاليل دم عادي قبل ما تحمل طيب ففي الاخير نشوف لو هل هم دول وبدين نجمع التحليلين على بعض ونشوف هل في شيء مشترك بينهم احتمالية انه بيبي يجي مصاب ولا لا في هذه الحالات الحل حيبان بعد كده انه هل انا ممكن اجي من الطفل متعبان ولا لا لو طلع التحليل انه احتمالي يجيهم طفل مصابين مثلا المتلازمات متنحية متنحية لازم الام والاب يكونوا حاملين لهذا الجين ففي هذه الحالة يصير نقول لهم الاختيارات هذه الاختيارات تنطبق على هذه التشخيصات اللي تكون معروفة وموجودة ايش الاختيارات عندنا نحلين يا انه من قبل ما تحمل الام نقول لها في حاجة اسمها PGD اللي هي شفت طفلا انا بي سووا فيها تطور كمان اكتر انه لما يعملوا طفلا انابيب في المختبر ويخصبوا البويضة والحيوانة المنوي وتطلع البويضة المخصبة يسول البويضة المخصبة خلاص الملقحة قبل ما يرجعوها في جسم الام يسحبوا عينة من هذه البويضة المخصبة ويروحوا يحللوها يروحوا يرسلوا للمعمل انه تحليلهم اللي طلع ايجابي وهذا العينة هل الطفل ده او البيبي ده حامل لده المرض ولا لا فهذا الشي جدا يعتبر كويس انه انا خلاص هاختار لانه هو عادة لما تتخصب تتخصب اكتر من واحدة فيسحبوا من كل عينة ويرسلوهم فحيقولون مثلا هذا مصاب هذا سليم هذا مصاب هذا سليم والسليم منهم هم اللي يرجعوها للام فبكده يعني انا ان شاء الله يكون لما احمل انا عارفة انه ان شاء الله الطفل اللي رجعو اللي هو خالي من الطفل اللي انا احمل او مثلا امكانياتي ما تسمح لانها شوية اسعارها مكلبة لانه فيها اشياء كتير تسمح تمر عليها فتقول مثلا انا خلاص ابا احمل او تجي للام شوية متأخر انه انا ما سمعت عن موضوع غير دحين خلاص انا قدي حامل لما تجيني حامل هقول له اوكي مو مشكلة احنا خلينا متفائلين لما تحمل في الحمل في حاجتين اقدر اساعدها فيها في حاجة اسمها ااخد عينة من المشيمة وهي حامل الام مثلا انا اعمل تحليل في نفسه في بطنها بطن الرحم يكون في له مشيمة اللي بتغزي البي والبي والسائل اللي حولينه في الشهور الاولى مرة نعمل لها اللي هو تقريبا من 12 14 في هذه الفترة في اعمل لها العينة ااخدها من المشيمة ااخدها وارسلها المعملة اقول لهم حللوا له وشوفوا ايش تطلع هل فيها هاد الطفرة اللي احنا مكتشفينها من اول ولا ما في فهذه تديني التشخيص اللي تقريبا نسبته جدا عالية للاطمئنان انه فيه ولا ما فيه مثلا جاتني الام لا ما ابا اسويها ابا استنى شوية كمان او تيكون جاتنا متأخر فممكن من الاسبوع الخمسطاعش واكتر اقولوا حرسلها عينة من السائل اللي حولينا البيبي برضها نفس الشي شي مرة بسيطة تتعمل حتى في العيادة المجهزة تكون نعقم المكان نسحب السائل من حولينا البيبي ونرسله للمعمل وعادة ان هذه التحاليل نرسل كمان دم للام علشان يتأكدوا ان ما فيه اختلاط بين دم الام او جسم الام وخلايا الام والتحليل علشان يجيب لي التحليل دقيق جدا جدا فبهذه الاشياء اكون انا عرفت انه ايش يعني مثلا ايش النتيجة تمام فده حين هنطلع النتيجة هتكون حاجتين يا انه هيطلع النتيجة انه خالي من هاد الطفرة فاحنا في السليم بتكمل حملة على خير ان شاء الله الاحتمال التاني لو البيبي مصاب فده حين ايش السؤال البيبي مصاب انا ايش هسوي ايو البيبي مصاب يعني تفتح لي اشياء مرة كتير حسب ايش نوع الاصابة يعني هي هتطلع نفس اللي احنا شخصناها بس هو السؤال انه هذا البيبي لو اتولد حيقدر يعيش ولا من الامراض اللي لا يرجى برقه نسميه او ما يعيش للمجتمع فهذا والنوع في عاملين عاملين لنا يعني اختيار اللي هو انه نقدر ننزل البيبي بس بشرط قبل نفخ الروح ففي الشارع وفي القوانين عندنا اتحددت نفخ الروح طبعا بهيئة كبار العلماء وكده اللي هو 120 يوم بعد الاخصاب يعني تقريبا لو حسبناها بالضبط بالضبط 19 اسبوع يومين قبل كده جاني تشخيص مثبت شهر الرابع يعني تقريبا في شهر الرابع ومثبت وخلاص بالتحليل من مركز ثقة ومن احد معين وخلاص متأكدين منه فخلاص في هذه الحالة مثلا يحتاج انه مثلا هتولد في المستشفى معين او هتجهده في المستشفى معين فلازم انه دكتورين او ثلاثة دكاترا انه يكون احد منهم طبقة جنة والباقيين يكون مشرف على الحالة ومدير القسم عادة او احيانا لمدير المستشفى انه الاجهاد ما هو اي احد بيجهد خلاص اوكي فلازم طبعا هم حيراجعوا الاشياء انه هي خلاص كله صح 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 ماشيين عملة التشخيص المعمل ثقة النتيجة كده النتيجة طبعا متأكدين انه هو مرض ما يرجى برقه ومرة يعني ما يعيشه فخلاص فيصير نعمل الاجهاد وننزله فبس طيب جميل والله يعني من جد سبحان الله اللي انت شرحتي يعني انا اقدر وانت بتتكلم تشوف كمية العلوم اللي موجودة ومنجد سبحان الله وما أوتيته من علم إلا قليلا صحيح وخلينا نطلع شوية عشان احيان نتكلم برضو يهمنا صحة الأم وصحة المرأة اليوم بالذات في هذه الحلقة في امور شائعة اليوم زي مثلا رحم نازل اكياس حول المبايض صعوبة في التخصيب وقعدة تنتشر بكثرة وما عرف هو يعني زمان ما كانت فيه وزادت الآن ولا هي من زمان كانت فيه بس ما حد عارفها وليش فأولا هنه هي زمان كانت فيه وما حد عارف ولا هي زادت الآن وإذا هي زادت الآن إيش العوامل وبالفعل كيف ممكن المرأة تحمي نفسها من هذه الأشياء الشائعة فالدينة هذه الأشياء الشائعة إيش ممكن تكون وهي زادت ولو زادت أو كيف إيش هذه الأسباب وكيف ممكن تحمي منها تحمي نفسها منها المرأة أو تستخدم أمور وقائية السؤال جدا ممتاز وجدا كبير نحن نحاول نرتبه ونلمه نحاول نجمع ونلمه شوي طيب فيه شق من السؤال الأول ما كم منه إنه أي أم تبتحمل فيه شيء اسمه جنرال تشكب وكذا إحنا عادة إيش نقول مدام أنا مرأة ما عندي شيء أشتكي منه دورتي منتظمة أموري كويسة ما أشتكي من أي أعراض غير طبيعية فما يحتاج أعمل شيء في هذا العمر اللي هو أنا داحين لكن أحتاج مثلا أعمل التحاليل اللي هي مثلا الأخذ القصدي التطعيمات اللي مفروضة أخذها لو أنا فوق سنة الأربعين أحتاج أعمل التصويرات ماموغرام واللي هي حق الثدي يعني فيه في كل عمر في المرأة أشياء تعملها للوقاية لنفسها وعليشان لو فيه شيء نكتشفه من بدري في كل عمر في المرأة فيه شيء تحتاج تعمله ومسلا مسحة عنق الرحم المسحة اللي هي أشعة الثدي التطعيمات حق ضد سلطان عنق الرحم ففي كل مرحلة من مراحلة المرأة أشياء تهتم بنفسها زي ما تهتم ببشرتها تهتم بصحتها كمان تمام طيب أنا داحين اللي بتقول لي إنه فيه أشياء كتير سائرة رقم واحد الوعي تبع المجتمع سار مرة أحسن مرة يعني خلاص أنا صرت الشيء الثاني إنه ما صاروا يستحوا زمان كان أنا مرة أستحي أروح عند دكتور يعني أنا ما أروح للدكتور لو أنا مرة خلاص تعبانا وأستحي أقول لي ماما عندي دي المشكلة أستحي أقول لي زوجي أحس أستحي فكلمة أستحي داحين يعني سارت أمه أوكي يستحوا بس إنه سار بوعي يعني أنا أروح أروح أشيك أنا مثلا في عندي لخبطة في الدورة في عندي فصرت أعرف إيش الطبيعي وإيش اللخبطة وأروح أقول للدكتور إيش عندي فهذا الوعي وإنه ساره خلاص يقدروا الجرأ شوية فهذا الشيء مرة كويس طيب إيش المشاكل اللي دائما بنشوفها مثلا في العيادات مثلا أغلب الأحيان مثلا بتجيني إفرازات إيش معناتها فكل عرض له حل له قصة له سبب مسبب ولو علاج فخلاص فيصير لما تجيني المريضة عادة أسمع شكوتها إيش هتكون علشان أعرف أعالجها بالمشكلة اللي عندها ما في أحد حيش يقول لي سوي لي كده أشعة عامة شاملة تحالير هذه تقريبا سارت أشياء يعني ما في دكتور مرة كده عارف إيش بيعمل بيسوي شي جنرال تشكوب جنرال تشكوب للسيدات يعني في أحيانا الأشياء أنت تكتش بعدين مثلا أنا بتسلي حقب يجوني المرضى سويت أشعة ما دري إيش واكتشفوا عندي هذا الكيس شي لا يذكر وشي ما له أي يعني يعني ما له أي يعني شي ما حيأثر على صحتها وتوجد لس قلقانة وتوتر طول الوقت فإحنا عادة إيش نقول لهم التشكوب العادي اللي هو أشياء معينة طبيب الأسرة عادة يقول للمرأة إيش تحتاج في كل سن تمام الشي الثاني لو عندي مشكلة أنا أحتاج أروحها من البداية مؤسسن المشكلة تتفاقم بعدين أروح مثلا عندي إفرازات من ضيقتني متعبت خاصة تروح للدكتور هتعملك ما حتعالجك فجأة حتاخد منك مثلا مسحة الإفرازات ترسلها المعامة تطلع النتيجة نعالجها بالضبط الأشياء التي تناسبها مثلا عندي الدورة ملخبطة عندي كركبة حياخد منها الدكتور تاريخها المرضي بالضبط لأنه ومو كل شي يعني أنا حروح أسوي لك كل التحاليل لا أنا أعرف إيش بالضبط مشكلتك أسألك الأسئلة اللي يفرق بين الدكتور اللي مرة عارف إيش بيسوي لأي أحد اللي هو أنا مثلا أعرف إيش أسألك لأنه أنا أو من مجرد ما تقول لي عندي مثلا مشكلة أنا حيجي في بالي إنه إمكان كده وإمكان كده وإمكان كده طبعا أنا أعرف إيش عندها فحروح أسأل أسأل أسئلة زيادة عشان أقلص الليستة تمام ولما تتقلص الليستة خلاص بقيت بلي تشخيصين إلى ثلاث طبع بعرف بينهم خلاص حطلب لك التحليل المعين مثلا شعر المعين شايفون عني وبناء وحتى ما هم متزوجات صار عندهم أحيانا هبوط في الراحم هذا شيء ساير جديد لأنه ساروا بيروحوا الجم بيسووا رياضات بطريقة غلط فبتأثر على صحة جسمه ففي مثلا سارس البول مثلا أشياء إنه في أشياء بتصير زي إيش هذه الرياضات حيثا مثلا بتعمل تشيل أوزان بتشيل أوزان بطريقة غلط بتسوي مثلا السكوات بطريقة غلط ففي أشياء سارت بتأثر علينا هي صحية رياضة كويسة وكل حاجة بس لازم يكون معاني الكوتش معين أو المدرب الشخصي اللي هو يشرح لي بالضبط كيف أسويها وبعدين أسويها هو مو ممنوع ولا غلط إنه نعملها بس لازم أعملها بطريقة معينة عشان لا تأثر على صحة جسمي في الأخير طيب فهذا اللي هو هبوط الرحم واش كمان فيه أشياء شاية هبوط الرحم مو بس هذا السبب وأسبابه مرة كتيرة مثلا لو الأستيت جيتني بتقول لي أنا عندي ولادات مرة كتير وربعا بس ما كنت بأعمل الرياضات اللي تقويلي حوض اللي هي عضلات الحوض يعني مثلا الأوم لما تولد بالسلام إن شاء الله يعني الحمل شيء مرة مهم شيء مرة مفيد وصحي وكويس بس فيه أشياء أحتاج أعملها لأنه الحمل تغيراته مرة كتير وأشياء كتير بتصير فيه فأنا عشان أحافظ على صحتي أحتاج أسوي رياضات معينة في الحمل وبعد الحمل عشان أرجع جسمي اللي يرجع يسترد قوته لأنه الحمل زي ما تعرف أنه في له تقل التقل حق البي ودي الأشياء فأحتاج أنا أرجع عضلاتي ترجع قوية زي ما قبل الحمل فهذه من الأشياء اللي هي شوية مو كل الناس بيعملوها اللي هي العضلات التمارين اللي تقوية عضلات الحوض الأغلب الهرمونات حق الحمل سترخي أشياء مرة كثير علشان شي في السيولوجي طبيعي سبحان الله من ربنا علشان يساعد أنه يقدر يشيل البي لأنه كانت أضلات مشدودة ما حتقدر الحاجة الثانية الدفع حق الولادة والتقل حق الولادة الأشياء دي كلها حتغير لي شوية في طبيعة الجسم بس سبحان الله مجرد ما نولد ناخد فترة اللي هي فترة إيش نسميها استشفاء أو نقاها أو شي اللي هو عشان الجسم يرجع شوية شوية تدريجيا لوضعه زي قبل الحمل بس يحتاج علشان يرجع يحتاج مثلا أنا أنتبه على النظام الغذائي على رياضتي على أشيائي عشان نرجع جسمنا مرة كويس وطبعا نمسح الأسيدات دائما لا تحملوا وإنتوا ما رجعتوا وضعكم أول عشان حمل على حمل حيخرب لنا شوية الوضع وإنه نرجع باكتو نور ما شوية أصعب يعني نرجع الوضع الطبيعي طيب وبالنسبة للشي اللي دائما بنسمع هو التكييسات هذا ممكن تنورينا فيه شوية برضو طيب هذا موضوع مو بس مهم مرة مهم أول حاجة في حاجتين أبا أكلمك عنها في شيء اسمه تكييسات وفي شيء اسمه أكياس عن المبايض هذه الحاجتين أنا حسيبهم واحدة أيوة بصلا أنت أول واحد أبدا أمل أنت أول واحد اللي سائر عند بعض السيدات أنه من الأخبطين في دال مفهوم يحسبوا أنه تكييسات المبايض نفسه كيس على المبيض طيب حشرح واحد واحد التكييسات على المبايض كيف أصلا بتيجو سبحان الله من يوم ما تتولد البنت أو هي فتكون في بطن أمها اللي حيميز المرأة عن الرجل اللي هو الأعضاءها تمام فمن الأعضاء المميزة للمرأة اللي هي المبيضين فالمبيضين من يوم البنت تتولد وهي أصلا من قبل ما تتولد هي بطن أمها ربنا يخلق لها في نفس المبيض حويصلات اللي هي حتفضل معاها إلي ما تنقطع الدورة عنها فهذه الحويصلات عددها معين وتقريبا ثابت ومع الوقت مجرد ما توصل مرحلة البلوغ تبدأ تشتغل يعني هي تكون موجودة بس إنها خاملة شويتين فإلي ما توصل المرحلة البلوغ خلاص وصلت للمرحلة اللي هي حتشتغل ده حين تبدأ تختلف إيش هيصير؟ اللي بيصير إنه المرأة في كل شهر بتنزل عليها الدورة الشهرية الدورة الشهرية أصلا كيف إيش قصتها إنه واحدة من هذه الحويصلات هتكون لبويضة والبويضة هتمر بمراحل إلي ما تصير ناضجة ناضجة لو كانت المرأة متزوجة وقابلت حيوان منها وخلاص هتحمل وخلصنا في البدايات السيدات ما يعملت تكون على طولة تتزوج خلاص هتصير تجيها الدورة وتكمل حياتها الطبيعي فاللي بيصير إيش إنه الجريبات هادية والحويصلات اللي الباقيين كل شهر هتشتغل واحدة مرة من اليمين مرة من اليسار أو زي كده إلي في كل شهر واحدة 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 إلي ما تحمل طبعا لو حملت وإلي ما نوصل لمرحلة اللي هي خلصنا كل الحويصلات بحتوصل لمرحلة منقطاع الطمث اللي هو يقطاع الدورة وخلاص يعني يسود شغل البيضات والمبايض جزاهم الله خير وخلصنا طي اللي بيصير في تكييسات نواد إيش بيصير شايف هاد الجريبات أحيانا لما أنا دحين اليوم عندي مثلا جيتني البيريد إيش هيصير إنه واحدة منها تكون البويضة المفروضة اللي تطلع البويضة مخصبة أحيانا الباقيين هدول المستين دورهم شوي كده يتحمسوا ويتهيجوا بس هو مو وقتهم فيقوموا إيش يساووا فهم يحسبوا إنه دورهم اليوم لا دوري مو المرة دي فيقوموا يلخبطوا للهرمونات حق التدورة هي الأمر أعادة عشان تسير التبويض وتطلع البويضة مرة كويسة ناضجة مستعدة للحمل سبحان الله في طبيعة جسم الإنسان فيه هرمون يطلع هرمون ينزل بطريقة معينة بليفل معين مستوى معين وتنزل الدورة وأموري مرة مستقرة لما الليفل أو المستويات الهرمونات دي ما تكون مرة ماشية زي سبحان الله ما ربي مرتبها فحيصير لخبطة الدورة لخبطة الدورة مو كلها بسبب هرمونات فيه أشياء مرة كتير بس عادة لو نتكلم عن الكيس المبايد حتكون إنه هذه الجريبات الباقية كل واحدة بدأت كده تلخبط وتشتغل شوية ده وده حتى أحيانا المط اللعلي بويضة مخصبة جاهزة لأنه في شوية لخبطة في الهرمونات فهذا اللي بيصير إنه الدورة بتتلخبط بعدين إنه حيصير عندها تطلع عليها أعراض مثلاً وزنها مرة بيزيد لو بيتحاول تحمل ما بتقدر تلاقي نفسها ما يقدر تحمل لأنه ما طلعت للبيضة المخصبة باللي مرة جاهزة بيطلع لهم شعر في أماكن مو متعودين عليها السيدات مثلاً في نص الصدر في الدقن الصوتهم أحياناً يصير أخشن شوية كمان إنه مع اللخبطة حيزيد عندهم هرمونات ذكورة فهذه الأشياء بتصير كمان حتى ممكن يصير عندهم شفت الأنسلين يصير عندهم زي مقاومة يصيروا عرضة أكتر إنه يجي لهم سكر فهذه الأشياء هي دي نسميها تكيسات المبايض اللي هي الجريبات دي بدأت تكبر أو إنها هي يعني مو المفروض إنها ما تكون مرة ظهرت حتى لو جيت سويت أشعة للمبيض حلاقي فيه أشياء كده مرصوصة حولين طرف المبيض بس هي المفروض إنه لو لو سويت أشعة لوحدة عندها تكيسات مبايضة وحدة ما عندها الثانية ما حيبان إنه هما المفروض بتكون مستنية دورها ميش غالة وما تباعد خاملة بالضبط إنه هي بس في الشهر هتطلع تحمسوا بالضبط مودة فسبح الله فهذا اللي بيصير فمثلا أنا ده حين طيب أنا عندي أكتشفت عندي هذي المتلازم أنا كيف حاكتشفها ما حسوي أشعة ولقيت عندي التكيسات قلت أوه خلاص التشخيص لا عادة لازم تروح عند دكتور مختص لو دكتور نسوي لها ده بعدين حيسألها أسئلة إيش تشكي من أعراض لو لقي إنه عندها هذه الأعراض حروح بعد كده عمل لها تحاليل دم معينة شو كلفل الهرمونات كيف بعدين آخر شي حسوي للأشعة عشان خلاص أكمل التشخيص حقي كامل حتى أحيانا ما قالت للأشعة لأن خلاص أنا مدام عندي تشك 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 لشياء معينة خاص حعيندي التشخيص واضح طيب دي حين نجي لفقرة العلاج أنا حعالجها بناء على شكوتها بتشتكي لي من إيش بتشتكي لي مثلا عندي حب شباب طالع إنه برضو من لخبط الهرمات بتسوي لي حب الشباب بزيادة فعندي هذه المشكلة خلاص إديها علاج إنه يخفف يضبط لها لفل الهرمونات ويخفف لها شوية من حب الشباب مثلا عندي دورة من لخبطة حديها مثلا على الأغلب حنعطيها حبوب منع الحمل بس ما هم مو مبدأ منع حمل مبدأ لإنه هي حبوب منع الحمل عبارة عن هرمونات نأخذه بطريقة معينة بتزبط للليفل حقية الهرمونات فيصير لها طريقة إنها تمنع الحمل فأنا دي حينة بستعمل هرمونات اللهم الهرمونات نفسهم فأقوم أديها علشان تنظم للدورة فهذا هدفي إني أنظم لها الدورة علشان ترتاح علشان تزبط الأمور لو هدفها مثلا أنت بتأخر في الحمل فأنا مثلا أقول له عندك تأخر الحمل في معلومة أحتاج أن نبهها لها الناس مثلا عندهم تكيسات مبايض وعندهم تأخر في الحمل ما ينفع تروح عند أي أحد طبيب عام مثلا أقول له أنا أبا أحمل يديني حبوب منشطة وأحمل ليش؟ لأنه حالتهم هم مرتبطين؟ ها؟ يعني تكيسات المبايض تسبب تأخر في الحمل؟ أيوة يعني مرتبطين؟ لأنه ما طلعت للبويضة مرة الناجة المخصبة اللي هي مضبوطة لأنه في عندها شوية لخبط هرمونات فهدول من الأسباب يعني هي أنه تعمل اللي يتأخر الحمل احتمال يكون تكيسات المبايض لأنه يصير عندهم في الدورة لما تيجي الدورة ما تيجي البويضة المخصبة الناجة لأنه في أكثر من واحدة سوّت الدستيرب هذا اللي كده اللي خبطة فنزلت عليها الدورة بس أنه ما طلعت لي نتيجة أنه بويضة مخصبة ما لقيت حيوان منوحي منوي فنزلت الدورة لا هدول عندهم لخبطات تاني فأحيانا مو كل اللي عندهم تكيسات المبايض ما يحملوا مو كلهم أحيانا ما نعمم بس يعني في بعضهم بسرنهم دي الأشياء نسبة فمثلا لما يكون عندها دي الشك وأنا نصيحة لهم أنه تروحوا لدكتور يكون تخصصوا وتأخر حمل أو عقم علشان يديهم خريطة معينة طريقة رلاج معينة تناسب وضعهم يعني لو عندي واحدة مثلا ما فيه أي شيء سوت التحاليل لأنه فيه تحاليل لتأخر الحمل ما هي عادية مو أي أحد يسويها تحاليل خاصة معينة للي عندهم تأخر الحمل عشان نساعدهم يكتشفوا إيش المشكلة لو اكتشفوا أنه سبب المشكلة التكيسات في المبايض فأنا أنصحهم طبعا لي حيكتشفهم طبيب العام أو طبيب الأسرة لأنها التحاليل هذي سهل لأنها تنطلب بس مين يقرأها عادة النخل اللي يقرأها وعندي مشكلة تأخر تروح دايريكت لدكتور تأخر حمل أو عقم فلو طلعت مشكلتها تكيسات مبايض أنا أنصحهم يروحها للدكتور على طول علشان يديهم طريقة معينة إنه فيه بعضهم ياخدوا من سمعة جارتها أخذت حبوب منشطة ويلا أخذ فلا هذول مشكلة اللي بتصير معاهم إنه تصير معاهم مضاعفات مرة كتير أنت دحين أنه هي هرمونات الحبوب منشطة هرمونات بالضبط هرمونات وأنت أصلا عندك أكثر أيوة بتخيل اللي بيصير إنه تتنشط كلهم دول مو بس وحدة إحنا متعودين المفروض وحدة بس اللي هي كل شهر وحدة تتنشط تكبر وخلصنا بتخيل لما كلهم يكبروا أحيانا من المشاكل يدخل في مضاعفات مرة كتيرة يوصل يروحوا مستشفى يدخلوا عناية حتى من كتر المشاكل ومضاعفات اللي بتصير لهم لما ياخدوا دواء بوصفة كده ما هي طبية ولا بعدين حتى الجرعات يعني ما يفعل ديك جرعة عالية يعني أنت حساس تعتبر ما تستحمل أي شي فعشان كده دائما نصيحة أي أحد عنده كل أحد عنده مشكلة نسائية يروح للدكتور المتخصص لأنه عارف آخر الدراسات آخر الأشياء خلاص هو عامل فوكس على الجزء المعين مثلا دكتور الأورام حيروح عنده وعارف أحدث أدوية طلعوها دواء قديم لغوه دواء جديد جابوه خلاص هو عارف دواء دكاتوري حقون تأخر الحمل عنده وماشاء الله أبدأت مرة كتير وماشاء الله دكاتوري عادة أن يكونوا مطلعين لأنه هم يحاولوا يساعدوا المرضى وكل ما لقيوا دواء مفيد أكتر مثلا واحد أحسن من واحد فيدوهم أحسن الأحسن وفي دائما مؤتمرات سنوية بتصير فأغلب تلاقيها كل دكاتوري النساء ولادها في دي الفترة لحين المؤتمر يبقوا يأخذوا الشي الجديد في كل تخصص حتى نحن نفس الشي طب بلاجلنا مسارك البولية فعالة لما أنت تجيني أنا أفضل حسب شكوتك تروح للدكتوري المختص عشان يديك أحسن الأشياء وأجدد الأشياء أنت لو سألت مثلا على الأورام درسناها كلنا درسناها بس آخر مرة درستها لما درستها زمان يعني دحين تخصص يمو أورام فما حديك آخر أبديت آخر شي فهو دين نصيحة أنه مثلا أي أحد عنده مشكلة يروح للدكتور المتخصص دايريكت ما يروح يضيع وقته إنه بعض الناس الجنرال صبق ما قصد الجنرال قصدي يعني مثلا لو راح لأي أحد حيطلب له كل التحاليل ولما نكتشف إيش يطلع حيطلع بس هو خمانا الحلو في الجنرال إنه يوجهه مثلا أنا لو في شيء أنا هأعرفه في تخصصي مستوايا خلاص أنا حقول لك ايش تعمل لو حسيت الموضوع يحتاج تخصص دقيق هو حيقول لك روح زور يعمل له تحويل الدكتور معين لهذا التخصص طب هذا الأول اللي قلت هما اثنين لأيش التكييسات ايو ايو وفيه الثاني ممتاز الثاني اللي هو كيس على المبيض مثلا أنا ما عندي ولا أي أعراض ولا أي حاجة مرة دل مرة الدورة شوية لأخبطت المرة الثانية شوية لأخبطت كيسات نوال روح للدكتورة طب قلت لي خلينا نعمل أشعة لأنه من ضمن أسباب تأخر لخبطت الدورة أو تأخرها أو شي يكون يا احتمال عندنا احنا الجهاز التناسري عندنا مبيضين قنوات فالوب رحم عنق رحم والمهبل تمام ممكن حتكون المشكلة في أي مكان في دل أشياء ممكن مثلا في المبايض أنه يكون فيه يعني كيس على المبيض كيس على المبيض يعني هو مو نفسه المبيض اللي فيه المشكلة جنبه أو أنه خلاص في طرفه فإيش هيعمل لي هيعمل لي لخبطة في الهرمونات يعني كلها هرمونات فحتخلي لي شوية لخبطة في الدورة فهذا شي الحاجة الثانية الكيس ده ممكن يكون حميد عادي سائل شفاف ما منه مشكلة حسب حجمه حسب الأعراض اللي اشتكي منها هيكون التدخل أحيانا أنه يكون كيس مائي ما فيه مشكلة أحيانا يجينا شفت لما أنا قلت البويضة خلاص فكت وخرجت بعد أحيانا اللي يبقى منها يكون لكيس فالكيس هذا مو مشكلة وما هو مرض هو خلاص أنه راح وخلصنا تأخذ وقته إليما يتنسم ويروح أحيانا يكون مثلا تجمع دموي أحيانا يكون كيس سائل طبيعي مع الهرمونات سوت لكيس وراح فهذه الأشياء ما تخوف ولا تقلق ولا تعمل حتى أعراض تمام لو واحدة سوت أشياء بالصدفة لقيت الكيس ما يحتاج توتنه من أي كيس بس لازم أنه حسب وصف الكيس حسب حجمه حسب متى عملته في وقت الدورة لأنه فيه أشياء تكون طبيعية وفيه أشياء لا مثلا لو المقاس مرة كبير لأنا أخاف من حاجة اسمها ارتواء المبيض لو كان حجمه مرة كبير وفجأة سوت حركة صعبة مثلا جنباز دفت أو فجأة نائمة صحية جاها آلم مرة شديد فهذا يعتبر من الأشياء اللي لا يبغى لنروح مستشفى على طول يمكن هذا الكيس الكبير لف فيقوم يلف معا المبيض فهذه من الأشياء الطوارئ اللي نحتاج على طول نعمل له مثلا تدخل جراحي نرجع له ونشيل الكيس هذا تمام أحيانا الكيس ده الكيس يكون في له أشياء مو بالسوائل يكون في له مثلا أشياء تانية أو يكون وصف وحتى في الأشياء الوصف حقه يكون غريب إنه هو كومبليكس إنه لا إنه في له أشياء ماهي سيمبل ماهو شي بسير فهذه الحالة لما يجيين الكيس كده في له أي وصف ماهو مرة طبيعي فأنا حوجهها لمين حوجهها للكاثرة الأورام بس مو معناته هو ورم لأنه هو الأورام في حميدة وفي اللي هي ماهي مرة الخبيثة فأنا دائما أوجههم خلاص روحوا للدكتور يشرح لهم ولو احتج له جراحة يسوي ولو ما احتج له جراحة هو حيتفاهم معهم فهذه أهمية إنه مثلا أنا أوجهه هو حيقول لهم حتى اللي يفرق إنه بين التخصصات إنه كيف أنا أقول لك الخبر يعني مثلا أنا عندي خبرة في كيف أقول الأخبار اللي مثلا الأطفال اللي عندهم تشوهات الأم اللي عندها نتيجة تحليل مو مرة طيبة أنا أعرف كيف أكلمهم لأنه أنا مرة علي سمروا علي ناس فنعرف مثلا كيف الكلمة اللي ناسبتهم فلما أنا أوديها عند دكتور الأوران فهو أدرى كيف يبسط له هي كيف يسهل له هي إيش حس الطريقة اللي تناسب الناس فيعني يفرق فهذه فائدة إنه كل واحد يروح عن مين فهو ده فكيسا ما بيضغير التكيسات في كيس طبيعي ما يخوف يروح من نفسه لا في كيس يحتج له مثلا ننتبه له أكتر في كيس مثلا لو راح خلاص راح فيه أغلب الأحيان نقول له مثلا خلاص عيده الأشياء بعد ثلاث أسا ثلاث أشهور نشوف له هو لسه فاضل ولا كبر ولا صغر ولا إيش وضعه فيفرق ومو كل شي يكون خبيث على الفكرة فيه أشياء مرة بسيطة وفيه أشياء يحتاج له لا تتشال أحياج أشياء ما تحتاج يتشال فهذا اللي يفرق إنه تكون متابعة مع دكتورك اللي تكون أنت واثقة فيه لأنه ما ينفع مثلا جاتني المريض اليوم بعدين بكرة راحت للدكتور تاني طبعا أنا مديتك خطة الدكتور التاني منك أداك علاج ما زب فهمني فهو عالة أنه أنت تروح عند دكتورك تكمل معاه علشان هو عامل لك خطة مرسومة مدروسة إلا لو أنت مثلا تبقى رأي أحد تاني فهذا ما هو مشكلة بس ترجع لدكتورك تقوله ترى أنا حستعمل كده 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 علشان يصير مو أنا أكتشف الفرق بينهم توتلينو غير بعض صح مر مختلفين وحتى التريتمنت والعلاج فكل واحد مختلف والتخصصات سبحان الله طيب اليوم في العالم اللي احنا عايشين فيه السرعة السترس اللي صارت فيه المرأة المرأة صارت تشتغل ساعات طويلة تجلس على الكرسي ساعات طويلة عندها مسؤوليات بر البيت وفي البيت ومع الأولاد وغيره هل هذا اللايف ستايل أو هذا النمط الحياة السريعة واللمليان سترس أثر على الخصوبة حق المرأة أو على الأشياء اللي انت ذكرتيها وعلى امراض الرحم أو على حتى الحمل والإنجاب طيب في حاجة من اللي انت قلتها يعني احنا ملاحظينها في مثلا لما من ضمن الأسباب اللي هي حق تلخبط وستدورة وكده من ضمنها اللي احنا دائما نسأل أصلا لما تجينا المريض حاسألها لسة أسئلة من ضمن السترس انت بتتعرض للسترس مثلا بتقولي دورة دائما مضبوطة دائما منتظمة فجأة دحين لخبطت طب عندك امتحانات ايوة طب خلاص احنا عارفين السبب فهذه محتاجة عالجة لان انا عارفة نفسي ايش السبب نفسي السرس مثلا واحد بتقولي انا دائما مضبوطة بس دحين طب روح تجم سويت اكسرسايز مرة قوية شي جديد عليك طب انت احنا كله كله فسيولوجي كل شي كده مرتبط ببعض طب خلاص انا عارفة السبب هتاخد جسمك شويتان يتأقلم ويرجع واحدة بتقولي سويت دايت مرة قاسي فهذا اثر على جسمي فخلاص انا عارفة فهذه الاشياء اللي ممكن تعمل للاخبطات للدورة وكده بالنسبة لتأخر الانجاب تأخر الانجاب موضوعه مرة كبير في عوامل نقدر نقولها وعوامل ما نقدر نقولها في اشياء يعني احنا مع طريقة الغذاء نمط 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 الرياضة الاشياء اللي بناخدها الانجيكشنز والاشياء دي كلها اكتشفوا مع الدراسات وكده انه نسبة الخصوب وبدأت تقل الشي كمان التاني انه سن الزواج سن الزواج دا حين صار مرة متأخر احنا عارفين انه السن الكويس للبويضات انها تكون كويسة اقل من سن الزواج 35 فاحنا دا حين شايفين انه الزواج ساير بعد 35 فهذه من الاشياء اللي تغير لنا في نسبة الخصوبة ودير اشياء بس مو معناته انه اللي فوق 35 ما حيحمر لا بس هذي الفروقات انه مثلا صار شوية يمكن صعوبة مو طب انتي قلت نقطة وانا هرجع على شوية اليوم صار الناس يعني نتكلم عن واقع خلينا شوية نتكلم عن واقع فذا الموضوع في ناس تأخر سن زواجهم لبعد 35 وفي ناس تزوج وانفصل ورجعوا تزوج بعد 35 وبعد 40 فهذا واقع اليوم المرأة اللي بتمفصل تكون تزوج تبدلي في العشينات ممكن جابت طفل او ما جابت وبعدين ممكن قعدت عشر سنين مثلا ما تزوجت الان ما صارت 36 37 40 وتزوجت وحابة انه تنجيب سوان كان عندها واحد او اثنين او ما جابت تبغى تجيب فهذا موضوع الحمل ما بعد الاربعين او قبل الاربعين وكان كثير في تهويل ولا تحمل قبل الاربعين وبعد الاربعين وكل واحد يفتي صراحة اعطينا كده رأي متخصص في الموضوع ممتاز اول حاجة المرأة يمديها تحمل الين سن انقطاع الطمس مدام بتجيها دورة معنات البويضة المخصبة اللي قلناها بداية الحمل بداية الحلقة موجودة معناتها انه ان شاء الله لو البويضة كويسة والكواليتي حقها هي القصة انه الكواليتي حق البويضات تقل بعد 35 سنة بس ومعناتها انها تعبانة خربانة لا بس هي بتقل تعلم جودتها شوية حتى لو بتهتب بصحتها وبأكلها ايو هذا شي من طبيعة المرأة بس اعتقد اللي مهتم افضل وليل مو مهتم طبعا طبعا هذا مرة طبعا هذا طبعا بقوة طيب رقم واحد رقم اتنين احنا عندنا عشان الحمل نحتاج بويضة وحيوان منوي مثلا لو الام بويضاتها مرة ممتازة الحيوالات المنوية شوية تعبانة القصة دحين تختلف القصة مو بويضات قصة حيوالات المنوية طيب فدحين احنا قلنا انه الام تقدر تحمل ما عندها اي مشاكل لكن علشان تحمل ونقولها انه يو ها الگرين لايت نديها الضوال اخضر طبعا لازم يعني يفضل تمر تشوف الدكتور قبل ما تحمل في اي عمر ترى مو بس في اي عمر لما تجيني انا دكتورة ناس الولاد انا حقولها مثلا حاملها مثلا لتأكد ما عندها سكر في بعض السيدات ما يدرون انه عندهم أصلا سكر يعني انه ما تسوي السكر التراكمي تكتشف انه او عندي سكر او مرحلة ما قبل السكر فانا ديك الساعة اروح اقولها لانه في ارقام في تحليل السكر التراكمي انا اقول لالام ممنوع تحمل اذا طلع الرقم مرة عالي حتى لو هي مثلا تدري ما تدري فيه شي اقول لها لا ممنوع تحمل لا لانه المضاعفات مرة كتيرة حتسر لي السكر اللي غير منتظم قبل الحمل ممكن يسبب لي تشوهات ممكن يسبب لي اجهاض ممكن يسوي تشوهات كبيرة مرة يعني خطيرة مرة فهذه فهذه القصة هذه فايدة انه هي بتزورني الشي التاني زي ما قلنا لو عندها امراض صحية تانية احنا حنعالج لاهي اه مو حنعالجها يعني نتأكد انه هي مستوياتها كويسة مثلا لو عندها ضغط عندها حاجة فاتأكد انه مستوى الضغط او انه المستويات والقراءات كويسة الادوية كويسة فهدول السيدات لما يكبر عمرهم احنا عارفين انه الامراض عادة كل ما زاد عمر الانسان اللي ما يتبه بصحته بتزيد معا الامراض فهو مو معناته انه لا تحملي احملي بس خلينا بس مري على الدكتور خليه يتأكد انه انتي مزبطة كل الاشياء عندك سكر عادي حتى لو السكر اللي من النوع الاول مو مشكلة انها تحمل بس لازم تمر نقول لها لو قراءات السكر كويسة امورها مرة ممتازة فيصير انه يشيك على كل الاشياء الاساسية ونديها الضغط الاخضر تحمل الشيء التاني ما ننسى انه تاخد حمض الفوليق قبل الحمل فهدي اهمية الزيارات قبل ما تحمل تاخد حمض الفوليق قبل الحمل حتى لو بتراتي شهور افضل وإلين ما هي تحمل وحتى فترة بداية الحمل ففيه اشياء احنا نصائح ما اتوقع انه هي حتكون عرفتها فهذا بالنسبة انه ايش الاشياء انه الناس يخوفوهم انه يكون عندهم مثلا امراض وما هم عاملين عليها كنترول فهذا يخوف الشيء التاني انها لما نتحمل فيه اشياء زيادة اعملها هي غير عن باقي الناس انه احنا نسويها عادة لكل الناس بس هدول الفئة نركز عليهم اكتر مثلا فيه اشعات معينة في الحمل تتعامل ده حين الناس صار عندهم وعي عليها مرة كثيرة اللي هي اشعة سماكة الرقبة اشعة سماكة الرقبة هذه الان دارجة كثيرة ايوه لانه الوعي زاد ايوه هي من زواب موجودة مسماحة كثيرة ايوه فهي لها فائدة انه مثلا احنا عارفين انه مع تقدم العمر زي ما قلنا فوق الـ 35 سنة الكروموزومات كمان شوي يصير فيها اختلال فمن ضمن الاختلالات اللي هو مرض داون سندروم اللي هو المنغوليين ودي الاشياء مو فقط في هذا العمر بيجي حتى في الصغار بس احنا قصدنا انه الاشياء دي بتصير مشاكل في المشيما مشاكل في حجم البيبي الاشياء دي كلها بتصير لانه عمر المرأة وجسمها كمان بيكبر فهدول الناس ليش احنا ننتبه لهم من بدري احتاج تجيني اشوف اش عندها نشوف اش اللي ساير مثلا هادي اللي عمرت اللي ولدت من عشر سنين قبل كده في عندنا احنا دكاثرة الحمل الحارج زي تشكلست في اشياء احتاج اصرف لها هي مثلا عشان نحافظ على حملها انه يكون اقل المضاعفات من باقي الناس مثلا في مثلا دول آسبرين في حالات معينة احتاج اصرف لها هو مو اي حصرف لأي احد تاني الفوليك آسد الجرعات مثلا ايش عندها مرض وايش عندها مشكلة صفت هذي المعلومات احيانا يفتل بعض ايه هذي مشكلة الافتاءات هذي الصعبة يعني انت قلت آسبرين قلت فوليك آسد هذي ممكن واحدة تروح لوحدة تقول لها انا ترى الدكتورة كتبت لي هو انت مدام ليك عشر سنين ما احملتي يلا خذي لا مرة لا ما هي كده ما هي كده ايه اقول ايه اقول فيه تشكلست فيه تشكلست انه شوف العمر الوزن الاشياء اشتر قبل الاستردحين الحمل السابق فهذه اهمية ان ازور الدكتور قبل ما احمل علشان هو حيفصفصني مرة كتير حيسألني اشياء مرة دقيقة ويعرف مثلا حتى الامراض الوراثية حتى هذا من الكاونتر ممكن ان ايه احد يروح صيدلية ياخد فوليك آسد واسبرين هو فوليك آسد ما فيه مشكلة انه كأنه فيتامين هذا الفوليك آسد اتمنى كل الناس تاخده يعني اتمنى يعني اصلا احنا عادتنا نصيحة الفوليك آسد ايش نسوي اي ام متزوجة ما بتستعمل مانح حمل ايش حتى الانواع الضعيفة خدي فوليك آسد لانه احتمالية الحمل عالية ممكن تحمل اي وقت والمفروض الجسم يكون بياخد فوليك آسد قبل ما تحمل فالفوليك آسد هذا وما عندي عليه اي مشكلة بس اهم شي انه تاخد جرعة صح يعني حبه واحد في اليوم ما ياخده بس حتى لو انت بتقول يتمنى كل احد ياخده بس برضو باستشارة الطبيب طبعا طبعا اي طبعا باستشارة الطبيب وهو من الاشياء اللي احنا نقولها للسيدات اي احد ناوي يحمل يكون ماشي على فوليك آسد حتى لو اخدته فترة طويلة بتاخد الجرعة الصحيحة ما فيها مشكلة لانه وعندنا احنا النقص فيه كبير فقط الفوليك آسد الاسبرين لا مو اي احد ابدا مو اي احد ولا المثبتات المثبتات هذه المثبتات هذه يعني بالاسمع اي احد حامل اي احد جاله مو سخد مثبت اي احد جاله نقطة قدام لا ابدا ما هيك المثبتات لو تعرف علميا اللي يستعملوها شخصين شخصين فقط اللي هو يكون عندهم ولادة مبكرة الحملة السابقة والحملات السابقة او انه انا سويت لها اشعة فجأة بالصدفة اكتشفت انه عنق الرحم عندها قصير فقط لغير ما في احد تاني باول شي يسألو اخدتي مثبت جاتي و لا عشان ما اخدتي مثبت لا واللي يحتاج المثبت يقول لك لا قالوا لي انه انا هطول في الحمل الطبيعة تحتاجي والتخريب التالي هذا بعد ادخل فهذا اللي ساير انه نسمع من اي احد ام كنا بنقول حاجة ايش كنا على الفوليك اسد ايه وانه الحمل في عمر كبير الحمل بعد الاربعين وقلال تمام فهو ده رقم واحد احتاجه شيك انه الامور الصحية مضبوطة ضغطها قراءاته كويسة لو عندها ضغط السكر قياساته كويسة السكر التراكمي رقمه كويس اقدر اقول لها تحمل جرعاتها كويسة مثلا لو كان عندها امراض صحية مثلا اي نوع من امراض ذئبة اي حاجة اتأكد انه الادوية تسمح لها يعني مسموح تاخدها في الحمل بالذات الفترة الاولى احنا عندنا الفترة الاولى من الحمل نسميها الفترة الذهبية اللي هي اول 8 اسابيع في الحمل عادة اني يقول للام حاولي قدر الامكان ما تاخدي ادوية ما تحتاجيها ما تسوي اي حاجة يعني ممكن تأثر مثلا فيه بيروحوا ياخدوا ساونة وتشمي الاشياء دي الدرات الحرارة العالية مو وقتا لانه بتأثر على الجهاز العصبي ممكن تسويه لتشوهات بعدين بياخدوا مثلا ركوتان ودي الاشياء لا ممنوع اصلا ففيه اشياء نصائح يحتاجوا يسمعوها كل الناس مو بس حقونا الاربعين علشان مثلا تجيني تقولي انا ناوية احمل انا يعجبوني في عندنا في العيادة عندنا في عندنا واحدة من الاستشارات اسمها pre-conceptional counseling اللي هو استشارة ما قبل الحمل هذه مرة مهمة ومرة مفيدة وحتى في ايام زمان يعني في كندا كانوا هذا شي مرة مهم اي احد بيحمل يمر يعرف ايش هو عنده تخبيصات ايش عامل اشياء نزبط للامور وخلاص نديله الاوكي احمل ولا لا اجلها شويتين اللي ما تزبط القراءات اللي ما تزبط الأشياء وبعدين الدكاء عادة المرضى اللي عندهم امراض صحية اخرى دايما نكون احنا مع دكتورهم مثلا هو يقول لي هي بتاخد كده 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 بتمر علي بتقول لي انا الدكتور قال لي كده اوكي ولا اغير فهذه الاشياء دائما نكون بعدين ما ينفع الدكتور فجأة يغير لها الدو وهي فجأة حامل ووسط الحامل فيفضل من بدري اذا يقلب لها الدو يجب لها نوع تاني نوع تاني ويتكون الدو النوع التاني آمن في الحمل ومشيت عليه فترة وجسمها استقر عليه بعدين تحمل ما ينفع عمل السويتش في الحمل لانه ما اللي بتجيها مثلا مثلا حقونا الصرع في بعض الأدوية ما ينفع تستعمل في الحمل لانها بتعمل تشوهات فدكتور هيغير لها هو لدو نوع تاني بجرعة معينة بس هو لسه دوبه هيغير السويتش فاحنا ما احنا عارفين الجرعة فما ينفع اقول لها يلا احملي لا اصبغير الدو تضبط الجرعة نتأكد انه ما عندك صرع فترة معينة وديك الساعة بعدين لما الأمور كويسة ديك الساعة تحمل مو بس الصرع اي امراض تانية دو ادويتها يبغى لا تغيير فهذه النصيحة دائما نقول لهم خلي دكتوري كيغير لك النوع الآمن نتضبط الجرعات نمشي نتأكد انه انت كويس لانه عادة الامراض الصحية فيها شي كويس في الحمل لو المرض كان خامل وما في له اي اكتفتي يعني ماهو ما جاتها نوبات او حاجة قبل الحمل يعني احنا نقول لها ان شاء الله احتمالية انه حملك يمشي تمام مرة حتكون عالية لانك انت يمزبط الامور من بدري وبعدين في الحمل الدكتور لازم برضو مو تنسا لا لانه في الحمل في عندنا التغيرات في جسم المرأة الموايات بتزيد في نسبة تركيز الادوية بيقل وبعدين وبعدين مثلا في اشياء مثلا هي ما بتنام كتير ما بتاكل كتير ففي اشياء هتلخبط لي التركيز حقه الادوية فلازم دكتورها كمان هتمر عليه في اكتر من مرة في الحمل الدكتورها الاساسي عشان يرجع يزبط لها الجرعات وإليه بعد ما تخلص من الحمل وتولد حيرجع يرجع للجرعات الأولى الخاص رجع الجسم باكتو نور ملا وراحة الموايات وكذا فهذه اهمية انه انت تكوني متابعة مع دكتور حمل حرج ودكتورك التاني اللي انت بتتابع معاه ونكون كلنا على نفس الصفحة خلاص احنا عارفين اشه اللي بي سي علشان صحتها وصحة البيبي لانه لو الام مثلا عندها تشنو جات مثلا وما هي مرة مهتمة ورا زبطت الجرعة وجاتها للتاكس وكذا اشه اللي حتأثر حتى البيبي حيتأثر نتخيل انه فجأة الام ينقطع عنها تفقد الوعي والحاجة فهذه الاشياء اللي يعني هذا هم يتخصصنا نستبه للناس دول طب كويس والله يا دكتورة يعني الحلقة صراحة مرة غنية والله سلام يعني ما شاء الله غطينا قبل الحمل وخلال الحمل وحالات عامة وحالات خاصة وحالات شائعة وحالات نادرة وتكلمنا عن تخصصات صراحة يعني انا في هذا الوقت يعني حسيت نفسي اخذت كورس الموكثف فأتمنى ان الناس اللي تشوف الحلقة وبتشوفها يعني تستفيد من هذا العمق اللي انت قلتي ومر أنا يعني النقطة اللي انت ذكرتها الأخيرة اعتبرها يمكن الأهم اللي هو أنا ناوية أحمل فقبل ما أحمل أروح للطبيبة أنا ناوية أتزوج أنا انخطبت أنا ما كنت أبغى أطفال الآن أنا أبغى أطفال فهذا الموضوع اللي دوبك ذكرت اعتقد أهم 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 نقطة لأنه الوقاء دائما أفضل من العلاجي فلما هم يأخذوا هذه النقطة فعلا اللي ناوية تتزوج أو إلا انخطبت أو إلا متزوج أو ناوية تحمل أول لفوق أربعين قبل الأربعين يعني غطينا أماكن مرة كثيرة يعطيكي مرة العافية على كل شيء قلتي والله يجعلوا كذا في ميزان حسناتك اللهم أمين حابة تختم بأيش دكتورك رسالة منك كامرأة للنساء طيب عندي واحد شيء عشان نسيت أقوله وبعدين حيأخذي طيب في حاجة الناس اللي أخبطوا بينها اللي هو شعة سماكة الرقبة وتحليلها اسمه N-IPT اللي هو التحليل النبتي سموه الأتنين لهم دور مرة مهم إحنا عادة نركز عليه للأمهات اللي عمرهم فوق الـ 35 لأنه إحنا قلنا عندهم الأخبطات الكروموزومات عادة يكون نسبتها أعلى في هذا العمر فهما في ناس يقولوا خلاص لو سويت أشعة سماكة الرقبة تغنيك لأنهما الأتنين بيكتشفون لنا تقريبا نفس الشيء وزيادة مثلا نبدأ بتحليل الدم تحليل الدم دم الأم ودم البيبي لأنه الغذاء بيروح للبيبي والأشياء بترجع للأم ويتفضى فهذا المكس اللي بينهم بيخلي فيه بعض الخلايا حق البيبي تدخل في جسم الأم في الدم حق الأم فاللي بيصير إيش أنه ممكن نحن نعمل تحليل بعد الأسبوع العاشر من الحمل ونكون نتأكدين أنه عشر أسابيع هذه الفقرة حقت اللي هو تاريخها قياس الأشعة غير الدورة وما ندري إيش فإحنا نتأكد أنه بالأشعة يكون فوق العاشر أسابيع ويكون فيه نبط طبعا يكون على قيد الحياة البيبي عشان نعمل التحليل ويطلع التحليل بفايدة فيستن نرسل التحليل للمعملة المعملة إيش بيسوا وبيفصلوا دم الأم من دم البيبي ويشوفوا دم البيبي هذا المختلط ويعدوا لعدل الخلايا والكروموزومات حقته ويقولون أنه مثلا هذا البيبي كروموزوماته عددها سليم ولا في زيادة أو في نقصان فهذه الأشياء فمترازمات معينة أقدر أكتشفها من ده التحليل اللي هي المترازمات الشائعة مثلا الداون اللي هو ناقص واحد اللي هو التيرنر لو في زيادة كروموزوم ثاني في رقم 18 إدوارد في رقم 13 بتاو فهذه الأشياء الكروموزومات الزايدة الأول ناقصة سأقدر أكتشفها فأنا لما أكتشفها من بدري فأنا بالتالي هروح أسوي بعدين التحليل اللي قلناها هذا شيء استكشافي بس ماهو تشخيصي التشخيصي بس دقيق مرة زي مثلا الداون 99% لو طلع لك داون معناته أنا خلاص التحليل دا حيقول للمية في المية فهذا الشيء احنا دائما بنقوله ننصحه لكل الناس بس عادة الأمهات الفوق الـ 35 يعني أتكي عليها أكتر أقول لها لا أنت تحتاجي هذا اللي يسموه N.I.P.T Non-Invasive Prenatal Testing ليش أسي يعني Non-Invasive يعني ما في له ما هو إبرة حتى تدخل الرحم وتخرج فNon-Invasive يعني تحليل دم عادي Prenatal اللي هو في فترة قبل الولادة في فترة الحمل Testing اللي هو التحليل فهو هذا مسمينه N.I.P.T أو الناس مختصرينه N.P.T اللي هو بالعربي مكاتبينه فهذا التحليل عادة نقوله لكل الناس بس ندقق للعمرهم أكبر من 35 خلصنا التحليل الثاني وشعة تماما شعة السماكة شعة السماكة عادة أنت نعمل من أسبوع 11-14 إلى يوم في هذه الفترة سبحان الله لما ناجي قيس البيبي وقيس السماكة حقيت الرقبة لو لقيتها برقب معين حتديني دلالة إنه في حاجة يحتاج أنتبه أكثر على هذا البيبي إيش ممكن تكون رقم واحد حقول لها تروح تزود تحليل هذا N.I.P.T تماما لو كانت سوته فأوكي حروح أفكر في شيء تاني السماكة دي لها دلالات تانية فلما نقوله للناس إنه سووا دا أو دا لا هذا أوكي هذا واحد من الأشياء اللي اكتشفها بس لو طلعت السماكة أنا حيجي في بالي إنه لا سامح الله احتمال لو سويت رشعة التشوهات لما يجي وقتها بين الأسبوع والتمنتاش والتانية وعشرين حكون أنا عندي داخليا قناعة أني رايح أدور على تشوه لأنه هذه تديني كده تنبو إنه هذا البيبي ما ينفع إنه نقول له خلاص اذهبي وخلص لا في مؤشر في مؤشر إنه أنا لازم أنتبه وأجيبها حتى أحيانا إحنا عادة الموعد للشعة التفصيلية من 18 إلى 22 بس إحنا قلنا للإجهاض لو كان فيه مثلا مرض خطير أو تشوه كبير مرة يحتج له مثلا تحاليل أو يحتج له أشياء زيادة فعند الوقت اللي هو ممكن أجيبها أبدر لو في شي مرة كبير هشوفه وسوي لها التحاليل ولاقي النتيجة تطلع قبل 19 أسبوع لأنه لو ما اكتشفت السماكة دي من بدري وجات على وقتها يمكن تجيني وهي ممكن تحجز 20 أسبوع لأنه عندها الوقت مفتوح بس هيكون حيكون أنا ما عرفت إش القصة فهذه السماكة لها مثلا أنا حكتشف يمكن عندها تشوهات في قلب البي لأنه السماكة لها مدللات مرة تشوهات معينة في جسمه فممكن كمان يحتاج أقول لها إيش تعمل وإيش تسوي وفين تروح وينتبه لها فلها في أهادي فايدتها غي يعني الاثنين يكملوا بعضهم بس ما يغنوا عن بعضهم فهذا الكونسبت اللي عند الناس يحسبوه إنه يا دا يا دا فلا هو الاثنين أفضل شيء عند لو تبقى الأوبتيمال تبقى الشيء أفضل شيء يعني وهدول دائما اللي نركز عليهم اللي عمرهم فوقر 35 يعني أبدا نقول لهم لازم يسوي الاثنين بس لري اطمئنان الحاجة اللي أنا أتمناها للمجتمع بصفة عامة إنه يكون كلنا عندنا الوعي إنه أنا لما أحمل أبا أحمل أكون أنا صحية أكون بصحة كويسة أنا والبيبي واللي حوليني في حاجات كتير إحنا ما طرقنا فيها في الحلقة مثلا الضغوطات النفسية والأشياء في أنا علشان أعرف كيف الحمل حيمشي عادة في زيارة اللي هي الزيارات الأولى لدكتور للأناس وولادة أنا عادة مرضاي أش بشرح لهم بشرح لهم كورس الحمل كيف هيكون وعادة يكون زوجها معاها فالمهم إنه يكون الزوج معاها علشان بشرح له التغيرات اللي بتصير فيها مثلا بتنام كتير بتعصب كتير هذا شي خارج عن إرادتها هذا شي في الفيسيولوجي حق الحمل الوحام الأشياء فيه أشياء كتير يعني هي هي مو بكيفها بتصير خارج عن إرادتها فيه أحيانا أن الناس يمروا بمراحل اكتئاب فمسلا واللي عنده قبل كده اكتئاب فممكن يحتاج يحتاج الناس حولينه فالوعي إنه إيش الأشياء اللي بتصير في الحمل من قبل الحمل أصلا لما تسوي التحليل يطلع سالب تسوي التحليل نفسياتها شوية تتعب فدائما السيدات يحتاجوا الدعم وبعد الولادة بعض الأحيانا السيدات يمروا بمرحلة اكتئاب ما بعد الولادة فهذا الشي مو هي بالعنية تبيت اكتئاب ولا هو حتى حيانا اللي يكونوا أول بيبي لهم يعني حكيت فرحانة بي بس بتمر بضغوطات مسؤولية جديدة والنوم الأخبط فهذا الشي يعني يريت إنه الناس تكون عندها زيادة وعي مثلا يقولوا اللي يجيها اكتئاب بعده الهدعين ودوها شيخ لا شي تاني تماما فيفضل إنه كلنا يزيد عندنا الوعي في فترة الحمل وما قبل الحمل أهمية وجود الدعم هو أهم داعم في دي المرحلة اللي هو حيكون شريكها في البي اللي هو الزوج جدا وجوده مهم يعني لما يجي معاها زيارات يعني يسمع نبض البي حتى حيبدأ يحبه من بدلي حتى لو عنده مثلا عشر أطفال وهذا البيبي الـ 11 يعني تلاقيه أنا مسؤوليات ومصاريف ومدريها بس لما يحضر هي حملته يعني فلما تجي الزيارة حيبدأ يبدأ يحبه البيبي من قبل ما يتولد من مجرد ما يشوفه فالدعم الدعم مرة مهم وتكون الأم لما الدكتورة تديها نصيحة ما ندي نصيحة من باب إنه أبضيع وقتي ووقتك لا من باب إنه نبقى نخرجك من هذه المرحلة بأحسن شيء يعني وبعدين الحاجة التانية إنه لو لا سمح الله قدر الله إنه واجهت شيء ما هو مرة كويس في الحمل مساء الله لا يقدر يقول توفى البيبي أو حاجة فهذه المرحلة برضو تسمعك نصيح دكتورتها ونحتاج في دين مرحلة برضو الدعم ما نبقى أحد اللوما أنت سويتي وانت شيء تقيل وانت حط فلا فأنا بنصيحتي لأنه منشوف مرضى كتير أنه وجود الدعم شوية يكون أقل في الفترات اللي هي تحتاجها وبس إن شاء الله كلنا مكتوب لهم ربي ذريا الصالحة والنتائج الكويس إن شاء الله آمين يا رب الله شكرا ثريتي هنا وفعلا النقطة مرة مهمة الختام يعني أعتقد دور الزوج مرة مهم دور المحيط مرة مهم وكمان دور إن المرأة تطلب المساعدة مرة مهم لأنه حينا كثير تلاقي المرأة ما تطلب المساعدة إلا متأخر بعد ما تكتأب أو تنهار أو تتعب فأعتقد هي الحمل أنا دائما أعتبره إنه هو يعني عملية تشاركية صحيح تبدأ من قبل الحمل وتكمل في الحمل وتكمل بعد الولادة فيمكن جزء مهم إنه الزوج يكون أو الأب أب الطفل يكون معها حتى لو مش في كل الزيارات الأقل في الزيارات المهمة اللي يتحدد فيها النبض اللي رايحين يحددوا فيه نوع الجنين اللي رايحين يشوفوا التحاليل إنت ذكرتها إيش نتائجها إذا كانت هي تحتاج أن يكون معها في نفس الوقت هي كمان تكون في نفس الوقت شخص يهتم بنفسه نفسيا وصحيا وإذا تعبت نفسيا مو بس كمان تروح للطبيبة كمان تروح لأحد نفسي يساعدها في هذا الجانب لأنه في النهاية الطب البشري والجانب النفسي هم متكاملين ويكملوا بعض انتعب النفسي يتعب الجسدي وانتعب الجسدي يتعب النفسي فأعتقد مهم هي برضو تحتامك كمان بصحتها النفسية يطيك العافية دكتورة أنا شخصيا استمتعت جدا ومؤمن أن الناس اللي هتشوف الحلقة فألاً حجيها معلومات ثرية إن شاء الله شكراً على وقتك ومجهودك وشكراً لك يطيك العافية أهلاً سهلاً الله يعافيك شكراً